في إطار المهام والجهود الإنسانية لوحدات حرس السواحل لقيادة القوات البحرية المتعلقة بإنقاذ الأرواح البشرية في البحر وإثرى تلقي المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر يوم أمس على ساعة 11.50 دقيقة صباحا لطلب صادر من ترفي مركز تنسيق عمليات الإنقاذ في البحر بأنقرة متعلق بإجلاء صحي مستعجل من بحار من جنسية تركية يبلغ من العمر 67 السنة عضو طاقم السفينة التجارية المسمى سيف تري الحاملتي لرأية لبيريا إثرى تعرضه لأزمة قلبية ووجوده في حالة حارجة إثرى ذلك وعلى الفور وبالتنسيق مع المركز الجهوي لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر بججال بالنحية العسكرية الخامسة قام المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر بتفعيل عمليات إجلاء صحي في البحر عبر إقحام حوامة البحث والإنقاذ آس 12 أتبعت سيل السرب 560 لحوامة البحث والإنقاذ وبعد تحديد موقع السفينة من ترفيذات الحوامة على بعد 27 ميلا بحريا شمال رأس روزا بالقالة تم إجلاء البحار التركي على جناح السرعة إلى مستشفى الحجار لتلقي الإسعافات الأولية ليتم تحويله بعدها إلى المؤسسة الاستشفائية الجماعية ابن الرشد بعنابة من أجل تلقي العلاج اللازم تندرج هذه العملية في إطار المهام الإنسانية لوحدة حرس السواحل لقيادة القوات البحرية التي تعكس الجهود المبذولة ومدى حرصهم على تدخل لإنقاذ الأرواح البشرية في عرض البحر في جميع الظروف ترجمة نانسي قنقر